هالي قاعد من تالي نخمم في حبي تارا حلوة والله ياما غنيت او ياما بجرد اخرش تكس كلمة معلينيش نتعدي وتتسويت لا اسمع وفلت اسمع وفلت ايا سيدك شبك فلت هو اسامة حشب من كلمة حبي في الاخر حبي لا 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 هالغنية بكلها كيفية شبك ديجا اسمع وفلت هذيك اسمع يحصر عليك يحصر ادوكم ذكرية ان شاء الله اخوية علم بيكون تصورها صورتها حسنا حسنا نحكي في الموضوع اليوم بعد ديك مش نبديو بالاخبار المتخول لسليماني خرجوا اخبار اللي يقولوا اللي هي تلقات عرض مغري وكبير من قريطة عربية من اجل تقديم برنامج ضخم خاص بالمسابقات والالعاب وفي صورة قبولها فانه اسليماني بيش تخوض لأول مرة التجربة هذي ما قالوش كون الضخمة ما قالوش كون الضخمة الضخمة موش ما ربي فوق وفقها ان شاء الله ربي وفقها وحنا نفرح وين نلقاوا اعليمي تونسي موجود في قناة عربية كبيرة علش لا نتعاديو للفنانة زازا اللي تعفو انتو مالي شو بيك خفا حسكم تحكيو ماليو يوحلو في عمتين ما فيمتوش اذي ما فيمتوش لحكي مش نتعاديو الضازا اللي في بيلكم كلها شكيت بالكاميرا خافية متع الملك اه اول رمضانة زي وقتها اي في الحلقة متاحة هي شكيت اه من عرش شكيت وبرشة ناس تدخلوا باش تتسقط في القضية لكن هي تمسكت بقضيتها ضد وليد الزريبي شكيت به صاحب الكاميرا خافية الملك وننتظروا في المجاي باش تتمثل الادلاء بشهادتها في الاحداث وكواليس الحصة وكيفاش تعرضت للخداع مع العلم وانو وليد التونسي اللي يساهم فلوساطة بين الطرفين قدم اعتذارات والزاز مهم بربي شنو مع اللي التهم لي وجهتهم لله اللي تلاعب في المونتاج اه اه معناه كيما نقولوا احنا التغيير مساء كيما نقولوا احنا مثلا انت توفت هي تقول لي اه سبحي الخير يا عزيزتي يا سحرورة مثلا انا نحي كلمتي عزيزتي يا سحرور ونخلي لك سبحي الخير ونجي تحتها ونكتب تيتر ونقول مثلا طريقة فتحية مثلا الدرشنية في التصبيح على سحر وحتى تكون انت سبحي الخير اللي قلتها ملولانية تبدأ مريقل التيتر هو اللي يبدل الحكاية كلها معناه فهمتها وزازريت حاطت في برشا بالشكل معناه قدام عائلتها وفيجورة الكاميرا خافية دون قتلك انا منيش شو نسلم في حق هي اصلا برشا خاطر قالولها لو كان بش تتتتتت معناها تسقط هي في القضية هذية بش كما نقولوا احنا بخلاف اللي حقها بش يمشي اما بش تثبت للناس اللي هي عادي ذاك اللي صار كله عادي ونورمال اخكه هو موش عادي معناه القاضة هو الفايسل بلا دونك ما زيلت القضية مش نحكي زيد على عبد الرزيق الشابي اللي قال انو اخوه الاعلامي على الشابي غلط برشا في قرار خروجه من قناة الحوار التونسي والانتقال القناة التاسعة وقال اللي هو قاعد يعاني من القرار الذية وقال هذا كل قالوا في رمضان شو على اذاعة موزيق قال اتمنى عودة عليه الى الحوار التونسي على خاطر انجحه وتقلق فيها علي تشهر وتعرف في قناة الحوار التونسي نتمنى لو يرجع يخدم فيه هذا رايخو شنو المعاناة اللي صارت مقالشا وتتخل راهو معناها فما برشا برها مش بناشحوش معناها كانوا في الحوار ناشحين ومبعد كتنقلوا غاديكا مهمش ناشحين المهم الفلوس قاعدة تمشي مايش حتى اليماج متاع العبد زادة مهمة معناه انتو ما حسيتوش اللي هو تحسوت هكا مش طفاء اما هكا ما عادش عليلي هكا معناه كان معناه بخاتي كمو كل جمعة راني نحكي على اخبار فيه على الشي معناه شكون اللي حدد لهنا الفشل من المقدم وإلا من القناة هذا يقعد رايخو فانت هذا راي عبد رزيق الشابي معناه ولازم تتفهم بالحكاية من الطيحة من شكون من شباب القناة وإلا الموذيع ينجم يكون مثلا تعويضه في الحوار تونسي بجعفر الجيسم يكون مشا مع جعفر خير ساعات راو مش تتغير من قناة القناة هو اللي طيح العبد ساعات لفاغم تعالي تعالي اعلامي والصحفي هو اللي ساعات يؤثر على الخدمة سينا مش نخدم بخبار مهوش بزيان نقابة الفنانين السورية ناعات الفنانين والمخرج المسرحي مأمونة الفرخ اللي أنا نحب وبرشة الممثلة ذاك وكان دي جاء مثل في بيب الحارة دي جاء توفى في عمر 62 عام البارح جيتوا معناها مشكلة في القلب وشارك فيها برشة عدد من الأعمال الدرامية تنوعت بين المسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة للمسرح وكان عنده بارشة مشاركات في دبلشة الرسوم المتحركة وشغل موقع مدير مسرح القباني ومدير مسرح الطفل والعرائس شارك في برشة مسلسلات كيما أقول لكم في بيب الحارة واللي أدى فيه دور أبو سمير الحمصاني تفكروا أبو سمير الحمصاني ذاك هو الله يرحمه مسلسلات أخرين كيما يوميات مدير عام تتفكرهم يوميات مدير عام قديم هذه يا حاسر اللي مثل فيه جميل وهاني أيام الغضب إخوة التراب بطل من هذا الزمان الخوالي العببيد الهروب إلى القمة ليالي الصالحية أهل الراية أسعد الوراق والزعيم وغيرها غيرها من الأعمال ممثل كبير وخلى وراه بارشة بارشة أعمال أنا واحدة من الناس نحبه بارشة كنت في دور أبو سمير الحمصاني في بيب الحارة الله يرحمه ونعم وكانت هذه أسمع فلت اليوم أسمع فلت